هاي كيف كون؟ كمال تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عامة هذه القراءة رح تتحدث عن برج القوز بش حاول حكي فيان الأحوال العاطفية لا إلك ولا الشريك وكذلك رح تحدث عن الأحوال العامة رح تحدث كذلك حتى عن العزيب رح تشوشوا بيخبئ لون هذا الشهر وهذه القراءة انطبقة على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة كثيرة خاصة إذا تكلمنا عن الوضع العاطفي بالنسبة لك برج القوز عم شوفك كأنه عندك أمال لتحقيق هدف أس ما ممكن كأنه عندك مثلا هدف إنه تسافر إنه تجول العالم عندك هيدا الحلم عم شوفك كأنه صار لك خسارة أو صار لك خيبة أمال كأنه عم تحس إنه هذا الحلم شيء شوي صعب إنه تحققه أوكي أو في شيء أو في شخص أو في شيء يحول بينك وبين تحقيق أحلامك عامة برج القوز الشخص بيحب الحرية بيحب السفر بيحب الاكتشاف فهيك أنا عم شوفك بحسك أنه أنت بدك تكتشف شيء معين وعم شوف في شيء يقف أمام هذا الحلم أو ممكن بدك أنه تبدأ مشروع تبدأ شغل تبدأ شيء يعني ده أنا عم شوفك شيء تريده بشدة تبحث عليه وعم شوفك حتى أنه عم تدعي الله لتحقيق هذا الحلم عم شوفه بالنسبة للشريك عم شوفه عم يفكر فيك هذا الإنسان بحبك ممكن أنتو مبتعدين عن بعض لأنه عم شوف في طاقة الابتعاد عم شوفكم وعم شوف للشريك خاصة الشريك عم شوفه عم يفكر فيك عم يفكر بهذا الحب وبهذه الطاقة الحب التي كانت بعينتكم وعم شوفه كذلك على أنه هذا الإنسان ممكن قال كلام شوي جارح بالنسبة لعلاك أو ممكن كان في نوع من الكبر أكثر بهذه القراءة أو تكبر عليك ممكن كان عم يتعامل معك بشكل غير طيب يا برج القوس عم شوفه كذلك هذا الإنسان يفتقد السعادة من دونك هذا الإنسان أنه سعيد أبدا لأنه عم يحس أن حياته ليست سعيدة لأنه لا يعيش أو لا يكون معك بالنسبة لإلك عم شوفك مدمر القلب عم شوفك كأنه تتجه أكثر إلى المضي قدما بحياتك وبمستقبلك بأشيائك الحياتية وتبتعد عن هذا الإنسان عم شوفك كذلك ممكن تريد أو تتمنى دائما عم تتعمل أو ممكن عم دائما عم تراقب تليفونك هل تصل فيك هل بعت لك ميسج بتسأل عنه ممكن عم تراقب لهذا الشخص بس عم شوفه ممكن منزوي وما عم يعمل ولا خطوة بالنسبة له الأمر ممكن للبعض منكم سبب الخلاف كان ممكن الشك والغيرة ولبعض منكم كذلك كان في مثلا الشريك طلب منكم علاقة جسدية وأنتوا رفضتوا هذا الأمر عم شوف كذلك على أنه ممكن للبعض يكون هذا الإنسان كان حسيتوه شوي نوعا ما صبياني يعني معاملته معكم كانت صبيانية ما كان بنفس المقام اللي أنتوا كنتوا حطينه عم شوف كذلك على أنه كل واحد قاعد ببيته قاعد يهتم بأموره الخاصة عم شوفكم مبتعدين عن بعض بس عم شوفه هو يريد الرجعة أو يريد بداية جديدة يسعى فيها إلى الاستقرار أكثر عم شوفك يا برج القوس أم كثري عم تهتم لعائلتك لاهتمامك بشكلك أكثر عم تهتم لعملك وأهدافك كأنه أهدافك صارت هي الأولوية في حياتك بالنسبة كذلك لنيتك عم شوفك كأنه تريد أن يضوق هذا الإنسان نفس الذي ضقته بعد ما هجرك أكي أما هو عم شوفه يريد أن تتصلح الأمور ويرجع هذا الإنسان لحياته لحياتك أكي بس عم شوفه هذا الإنسان ما قادر ياخد خطوة كما عامل مؤادر ياخد خطوة تجاه الإصلاح يعني عم شوفه يظهر أنه محتفظ بمشاعره ومحتفظ بالأشياء التي تخصه ولا يبوح بها لأحد ممكن ما رح يعمل خطوة بشهر يونيو إذا أنتم مبتعدين عن بعض بس عم شوفه أكثر رح يفكر فيك رح يضلي راقبك من بعيد هيد الطاقة اللي أنا عم شوفه يتجه إليها عم شوف كذلك حتى أنه الوضع المستقبلي رح يضل فيه هذا النوع من الكبر أكثر أو الابتعاد عن بعض عم شوفه عم يعمل بلوك أو أنت كذلك عامل بلوك ما عم تحكي مع هذا الإنسان عم شوف كون شوعي هيك في نوع من الكبر بالعلاقة ممكن تتعامل أنت برج القوس مع برج السبطان أو تتعامل مع برج الأسد عم شوف كذلك الأبراج الترابية والهوائية بامتياز الهوائية عم تظهر بامتياز عم شوف كذلك ممكن تتعامل أنت مع برج الثور كمين هون عم شوفك كنصيحي على أنه بيقلك أعمل يعني كتير مجهود عشان تنجح هذه العلاقة لأنه بيقلك أعظم الحب وأجمل الحب يتطلب خطوات مشان تنجحه عشان بيقلك أنه يعني ما تفكر أنه العلاقة حتى لو كان فيها حب رح تنجح لازم تعاملوا مجهود يعني أنتو الاثنين عشان تطوروا هذه العلاقة إذا كنتو تريدون الرجعة وإصلاح الأمور عم شوف كذلك على أنه في عزيمة يعني هذا الإنسان عنده راغبة ملحة أن يكون معاك أن يكون بجنبك بس ممكن ما عم يعمل خطوة لهيك بيقلك أنه أحلامك أو هيده مسج أكتر للشريك أنه الأحلام تحتاج لشيء فعلي يعني ما رحي مثلا تطلق أنه تفكر بهذا الإنسان وتقول ليش ما عم يحكي معي لازم تعمل خطوة لإرجاع هذا الإنسان كمين هيد الكارت ممكن أنا ممكن أحكي فيه على أنه إذا عندك إحلام يا برج القوس فمجرد التفكير بالأحلام لن يصنع أو رح يجعلها حقيقية لازم أنت تعمل شيء فعلي عشان تتحقق هذه الأحلام أوكي بالنسبة للعزيم عم شوف أنه عم شوفون أكثر ممكن عم شوفون يتواصلون على الأنترنت أو عندهم قدة علاقات عم شوفون كأنه صار عندهم عدم راغبة بالعلاقات كانوا عم شوفوا أنه العلاقة الكل عم يتسلى فنتسلى كمين إحنا عم شوفون راغبتهم بالحرية صارت أكبر عم شوفون يلتجؤون إلى الحرية بصفاك كبرى عم شوفون ممكن كان عندهم راغبة أنه يكون في زواج بس الأمور دائما كانت عم تمشي بشكل عكسي حتى صار عندهم حتى هني صاروا يعني شوي هيك العوين متل متل العالم اللي صار هلا كله يتلاعب بالآخر بالنسبة للطاقة العامة عم شوفها لأنه أوكي عم شوفك أكتر تحتم ل عم تتذكر الذكريات أكتر عم شوفك تحتم أكتر بالذكريات والطاقة تبع الماضي عم شوفك تريد أشياء ممكن عندك راغبة أنه تجني مال بس ممكن يائس جدا أو ما عندك طاقة وعندك باور أنه يعني تعمل مجهود بهذا الموضوع عم شوف يعني يدوب عم تركز أو يدوب عم توازن بين أمورك الحياتية عم شوف أنه عندك طاقية كتير كبيرة أو عندك تجاه كبير تجاه علاقات الحب عم شوفها كأنه بطل تفكر بهذا الإنسان بطل تفكر هل بعث المساجة هل تكلم معي هل يريد يعني وتسأل هذه الأسئلة وممكن للبعض ممكن بيتفرجوا دائماً أو عم يشاهدوا دائماً الفيديوهات تبع التاروت ودائماً يتساءلوا هل هذا الإنسان يحكي معي أم لا؟ بس ما عم شوفي خطوة تجاه تحقيق أحلامك المادية ولا تحقيق أحلامك العطفية عم شوفك حائر تجاه أحلامك حخصةً إذا كان عندك يعني رغبة بتحقيق مشروع مادة فأنا عم شوفك عم تتخبط بالأمر عم شوف الأمر غير ناجح بدك أنه كانه تحصل معجزة لتغيير الأمر بيقلك إذا عندك مثلاً مشروع إذا عندك مشروع أصحاب برج القوس وهذا المشروع منه ناجح فحاول أنه تعمله إشهارات على الانترنت على السوشال ميديا على الإنستغرام على الفيسبوك أي شيء ممكن يعمل لك إشهار لهذا المشروع كمين عم شوف بيقلك أنه حاول أنه تنتبه من أشخاص ممكن على الانترنت ممكن يكونوا أشخاص خادعين أشخاص متلعبين ممكن هاد الناس تتلاعب أو ممكن هاد الناس تريد سرقة مالك أو عمل شيء غير جيد بالنسبة لرج القوس اهتم أكثر بالعمال والنجاح المادية بالرج القوس حاول إذا أنت ما عم تشوف أنه الوضع العملي بالجيد فاستشير شخص جيد جداً لأنه عم شوف كأنه إذا أنت مثلاً استشرت شخص خبير بموضوع العمل والعلاقات ممكن يوجهك بشكل جيد نحو الناجح بالنسبة للصحة نشوفكن شوي اهتموا بالأعيون ممكن كثرة المشاهدة الفيديوية والمشاهدتكن للتليفون ولا التليفزيون عم متأثر بعيونكن انتبهوا شوي على الظهر اهتموا أكثر اهتموا أكثر اهتموا أكثر للصلاة والتعبد اهتموا أكثر بالجانب الرحاني اهتموا أكثر للجانب اهتموا بنفسكن أكثر عشوف أن الطاقة تقول أو تقول دائما لك انه اهتم او اعمل خطوات او اعمل خطة ممنهجة لاتباع او حصول على ماذا تريد اه بقلك انه لازم تتبع خريطة او تتبع خطة محكمة عشان تحصل على ماذا تريد هذا كل شي كان بالنسبة لبرج القوس متمنى على كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكريب لقناتي وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نسي قنقر تعالى ترجمة نانسي قرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر